كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا ان كل ما تردد عن رغبة جوزي جوميز الموديل الفني نادي الزمالك في فسخ التعاقد مع سنغالي سيد النضاي غير صحيحة بالمر اش كان فيه ناس قالوا ان جوزي جوميز لقال عيب سيء ومش عايزه الحكاية ايه؟ الحكاية ان جوزي جوميز شايف ننضاي لعيب جيد جدا مميز جدا وعيفيد نادي الزمالك جدا الصغير في السن فيه تلات مهاجمين في نادي الزمالك بيزبقوه في الترتيب هو عايز يدخله مع الفريق وحدة وحدة مش عايز يدخله على طول بس امكانياته جوزي جوميز شايفها مبشرة جدا وعنده عمر فرج وقابليهم سيف الجزيري وبعد كده الناصر منسي وبعد كده نضاي فهو ترتيبة دي هي بس اللي محسسة الناس انه الراجل مش مكتنع به لا هو حطه في ترتيب مبدأي طبعا مع تطور اللعب ممكن ينط ملاكس في ترتيب المهاجمين دي حكاية